اشتركوا في القناة هذا الجال على حماية بشرتك من تأثير الشمس كذلك يحميها من ظهور البوقع البنية اللون أثناء التعرض للشمس كذلك يقدم لبشرتك علاجات مناسبة فهو يساعد على تهدئة تتيجات البشرة يحميها من الإحمرار والبثور الصغيرة كذلك هذا الجال يساعد في التخلص من البثور وخصوصا حب الشباب الذي يظهر وبكثرة على بشرة الوجه والظهر وكذلك يخلص من جميع البثور وآثارها وكذلك يستخدم في الحفاظ على ترطيب البشرة بمعنى يمكننا أن نستخدمه مكان المرطب لا سيما صاحبات البشرة الجافة جدا أو حتى الحساسة فالرطوبة أو الترطيب أمر أساسي جدا فهذا الجال ضروري للوقاية من الجفاف بالإضافة إلى أن هذا الجال من خلال تطبيقه على بشرة الوجه يعمل كحماية للبشرة يعني يحمي بشرتك من الشيخوخ المبكرة والتجاعيد والخطوط الرفيعة إذن هو محارب فعال للتجاعيد التي تظهر على بشرة الوجه إذا استخدمناه استخداما منتظما أو استخدم كواقي من التجاعيد يعتبر كذلك هذا الجال محارب أساسي للأكزيمة هو فعال جدا لمحاربة التهابات البشرة التي تظهر نتيجة عوامل مختلفة أو خلل وظيفي في الجسم يعالج بفعالية العديد والعديد من مشاكل البشرة وبمجرد تطبيقه على البشرة من ثاني استخدام نلاحظ الفرق نحتاج في هذه الوصفة إلى جال الألوفيرا جال الألوفيرا نبتة الألوفيرا أخذت الجال منها كشطت الجال بهذا الشكل جال الألوفيرا نأخذ فقط الجال مقدار ملعقة طعام وقبل أخذ الجال يجب دائما أن نتخلص نهائيا من المادة الصفراء الموجودة على النبتة حذاري من استخدام هذه المادة لأنها هي من تسبب الالتهابات وحمرار شديد على البشرة إذن حذاري ويجب التخلص منها أولا البديل هو الألوفيرا المتواجد في الصيدليات يمكن استخدامه ولكن أنا أستخدم النبتة لتواجدها بكثرة عندي متواجدة لهذا أستخدمها حتى تتكاثر كلما استخدمنا من النبتة كلما تكاثرت نأخذ مقدار ملعقة طعام كبيرة من الجال جال الألوفيرا نضعه في برطمان أو علبة زجاجية معقمة حتى تدوم صلاحية هذا الجال معنا شديد اللزوجة المكون الثاني لدينا هو العصير البنجر أو الشمندر أو الشوندر نأخذ العصير أو بما تسمى في المغرب بالباربا في الجزائر البطراف في العراق الشوندر الشمندر السكري البديل هو الكركديه عصير الكركديه نأخذ ملعقة الشاي فقط لكل ملعقة طعام كبيرة من جال الألوفيرا كذلك لدي عدة وصفات آخر الفيديو بعصير الشمندر للبشرة وجمال البشرة وحتى الشعر أتمنى مشاهدة الفيديو حتى الأخير لمن ترغب بالاستفادة من فوائد عصير الشمندر نقوم برج هذا الجال جيدا حتى تنسجم المكونات ببعضها البعض ونتحصل على هذا الجال السحري والرهيب لجمال البشرة هذا هو الجال المتحصل عليه لاحظي معي اللزوجة رائع جدا لجمال البشرة طريقة استخدام دائما ليلا قبل النوم نقوم بتنظيف البشرة جيدا ونطبق هذا الجال من الرقبة حتى بشرة الوجه وحول العيون كذلك واليدين ويمكن كذلك تطبيقه على كامل الجسم المبيت به حتى الصباح وفي الصباح يشطف بماء فاتر ثم ماء بارد نستمر يوميا على استخدام هذا الجال السحري الأحمر الرهيب لجمال البشرة توريد الخدود وكذلك يمكن استخدامه على الشفاه يعطي ترطيبا وتوريدا رائعا للشفاه ويمكنك الاستغناء تماما عن المكياج هذا الجال السحري آمن الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات لمن يرغبن في حماية بشرتهن من التجاعيد يمكن استخدامه وبكل أمان الاحتفاظ بهذا الجال مدة أسبوع كامل في الثلاجة إذا استخدمت كابسولة من زيت الفيتامين E الاحتفاظ به يكون لمدة شهر كامل بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة